ألكم ألنايو ألكم ألنايو ألكم ألنايو ألكم ألنايو بعد مراسم حداد الحزن للشهداء في الحرب على تيكراي الذي دام لثلاثة أيام في مدينة ماججو جنوب تيكراي تمت مراسم ختامية في الأمس ووجدنا أهالي الشهداء النازحين في المراسم والذين قالوا أن حتى بعد مضي 11 شهراً على اتفاقية بريتوريا لا يزال العديد من الشعب يواجه المعاناة من المجاعة والأمراض ولهذا يناد النازحون من الحكومة الفدرالية والإدارة المؤقتة لتيكراي أن يعيروا الانتباه اللازم لهم النازحون المتواجدون هنا يجب أن يعودوا إلى منازلهم فقد عانى النازح ويعيش حتى الآن في معاناة هائلة العمل الأساسي والأول يجب أن يكون يعادة النازحين إلى ديارهم استشهد أبناؤنا وجميع أبناء تيكراي ولهذا نجونا من الإبادة ووصلنا إلى هذه المرحلة وإن كنا سنعاوض الشهداء يجب أن يحل السلام المستدام وعادة النازحين ويتم استعادة الأراضي تيكراي الدستورية ولذا ننتظر بفارغ الصبر من الإدارة المؤقتة في تيكراي وكل من يهمه الأمر أن يعمل على هذه القضية ويضيف أن لتعويض الشهداء الذين ضحوا بحياتهم وجلبوا السلام على الجميع العمل بمسؤولية لإحلال سلام مستدام لا نعود شهداءنا بالبكاء بل سنقوم بتعويضهم فقط إن قمنا بتطوير تيكراي وإن تواجد حكم صالح وهذه مسؤولية جميع شعب تيكراي لا يجب أن نحسن على شهدائنا الآن بل يجب علينا تعويضهم بتحقيق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها والعمل عليها ويقول الآباء الدينيين من جهتهم أنه يجب أن يفتخروا بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم الثمينة من أجل وجود شعب تيكراي نحن الآن نبكي لهؤلاء الشهداء ولكن لا يجب أن يكون كذلك فهم حصلوا على تكريم أبدي لأنهم ضحوا بحياتهم من أجل شعبهم وبلادهم يكفينا البكاء لنعوض شهدائنا الأبطال بتنمية بلادنا وتحقيق أهدافهم وتمت مراسم ختامية لحداد الحزن الوطني للشهداء في محافظة إنباء لاجه حيث عبروا أهالي الشهداء أنهم سيعوضوا الشهداء بتحقيق العدالة والسلام المستدام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر